في سياق متصل أكد الرئيس السيسي أن منظمة التعاون الإسلامي تمثل ساحة مهمة رئيسية لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي وقد لفت الرئيس السيسي لأن هناك فرصة تاريخية مهمة لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام نحن اليوم الآن أمام فرصة تاريخية مهمة لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام وذلك عبل الارتقاء بتعاون دولنا في هذا المجال وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث معدلات وصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكنها في جميع المجالات وحمايتها من أوجه العنف والتمييز وغيرها من القضايا الرئيسية وذلك لكي نوضح للعالم أجمع حقيقة أن ديدنا الحنيف أعطى للمرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام ونحن نرى أن مثل هذا العمل يكتسب قود دفع جديدة مع بدء عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها في بصر